إزاي نبني أسرة متماسكة؟ إزاي نخلي الطرفين يفهموا مسؤولياتهم تجاه بعض وتجاه الأسرة دي عشان يبنوا أسرة متماسكة؟ ومنشوفش يمكن تفتت أو تفتت الأسر اللي يمكن بقينا نشوفه زي ما كان شازي بيقول في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد الأسرة بتبنى على ثلاث أساء أسس حقيقية المودة والرحمة والسكينة لو التلات أسس دول موجودين هم اللي بيجلبوا بعد كده المحبة الأسرة قبل ما بتنشأ الإسلام بيتكلم عن إزاي ننشئ هذه الأسرة بيقول خلي بالك أنت لازم الأول تختار الزوجة وانت لازم الأول تختار الزوجة لأن احنا لو أحسننا الاختيار الحياة بعد كده هتكون حياة سليمة وحياة صحية وحياة مستمرة وحياة طيبة وهنقدر ننشئ بعد كده أسرة كويسة لكن لو إحنا أسأنا الاختيار هي دي المشكلة في ناس بتبني اختيارها على أساس المال في ناس بتبني اختيارها على أساس الجمال في ناس بتبني اختيارها على أساس المنصب أو الجاه أو الوضع الاجتماعي اللي موجود وفي ناس بتنشئ علاقتها أو حياتها على أساس الدين والأخلاق كل ما اقتربت من الأخلاق والدين أكتر كل ما كانت الحياة أكثر استقرارا كل ما أحسنت الاختيار كل ما كان مدة هذه الأسرة أكبر وأطول وأحسن بعد كده رقم اتنين نيجي للمواد والرحمة والسكينة اللي بيجلبوا بعد كده المحبة يعني أنا مختلف على النقطة اللي تكلمنا فيها في الأول على أن الزواج بيبنى على المحبة في كتير من الأزواج ما بيبنوا شعرفوا بعض قبل الزواج وبتبقى بعد كده حياة أسرية طيبة جدا 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 ليه جواز الصالونات اللي احنا نقول عليه مثلا وفي ناس حبوا بعض قبل الجواز عشر سنين وما استمروش الزواج شهرين بعد ما تجوزوا اتطلقوا مباشرة لأن أساس الاختيار كان العاطفة ما كانش الواقع اللي هيشوفوه بعد كده على فكرة أنا ضد تماما فكرة الناس طاعتوا قولك إيه لازم نتعرف فترة أنا ضد الموضوع ده يعني أكيد لازم يتعرفوا لكن جو بقى فترة كبيرة والكلام ده مش شرط خالص الناس تقول عشان ما نتصدمش في بعض بعد الجواز غير يعني غير حقيقي بالمرة فيه ناس دي من حضرتك قلت فعلا نماذج حقيقية احنا نعرفها عشر سنين يكونوا عارفين بعض قبلها وقصص كتيرة والأهل رافضين وبعد الجواز شهرين وبينفصل صحيح أضيفي إلى ذلك فكرة أن الإسلام ما منعش التعارف بس حطه في إطاره الشرعي قال إن في فترة تسبق الزواج اسمها فترة الخطبة وقال إن في فترة الخطبة ما ينفعش إنك ما تشوفهاش أو هي ما تشوفكش مش زي ما بيقول بعض الناس كده ما يشوفهاش هلا بعد كتب الكتاب أو ما يشوفهاش هلا بعد ما تزفق ليه لأ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن بعض أصحابه خطب امرأة قال أنا ذرت إليها شفتها هي شفتك فقال لأ هشوفها ليه طب يعني هعمل بيها إيه ما شوفها يعني من هشوفها بعد كتير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ده اللي هيخلي الحياة بينكم تستمر أكتر ده اللي هيخلي الحياة بينكم تعيش بشكل أكبر وأحسن وأفضل بإذن الله تبارك وتعالى